موسيقى طيب الله وقاتكم مشاهدين بكل خير و اهلا و مرحبا بكم و نحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عين على البرلمان حلقة جديدة و ضيف جديد معي اليوم السيد عمار ثامر آل السومي المشهداني رئيس نادي نينوى الرياضي و مدرب معتمد بالاتحاد الدولي و مرشح قائمة تحالف القرار العراقي 168 التسلسل 33 اهلا و سهلا تحية طيب لك و الى جميع مشاهدين قلات الموصلية عزيزة نرحب بك في ستوديو الموصلية و نتمنى ان نخرج بثمار جديدة في هذه الحلقة ان شاء الله ان شاء الله الكثير من اهلينين ما يعرفون عمار ثامر خاصة الرياضيين لكن كبطاقة تعريفية من هو عمار ثامر آل السومي بسم الله الرحمن الرحيم عمار ثامر آل السوم المشهداني تولد المدينة القديمة مرشح عموم عشيرة المشاهدة حاليا اشغل منصب رئيس نادي نينوى الرياضي الآن انا في كلية النور الجامعة قسم التربية الرياضية حاصل على شهادات عدة منها شهادة الاتحاد الانجليزي وكرت القدم شهادة الاتحاد العراقي وكرت القدم لاعب سابع في الفرق الشعبية لعبت فيه فريق الهلال والاتحاد العربي والزوية وفريق الشباب الشعبي الذي اصبح بعد ذلك نادي نينوى الرياضي عمار ثامر ابن ثامر السومة من اقدم التجار المحافظة نينوى عائلتنا نحن معروفة بمحافظة نينوى كتجار بباب السراي ومنطقة الدواسة والمناطق القديمة حاليا عمار ثامر يعتبر مؤسس نادي نينوى الرياضي بمحافظة نينوى نحن بعد 2003 توسعت مدينة الموصل والمدينة كانت تحتاج إلى أندية رياضية يعني الرياضة في محافظة نينوى تعتبر واجهة متنفس المواطن الموصلي هي الرياضة في مختلف الفعاليات ما فقط في كرة القدم نعم فأنا ومجموعة من الشباب في منطقة المشراق عملنا فكرة بأن نسس نادي نسميه نادي نينوى الرياضي وأصبح الآن واجهة وعدنا أكثر من 18 لاعب منتخب وطني وعدنا أكثر من 5 لاعب مدربين منتخب وطني وعدنا ناس إداريين خدمة ومحافظة نينوى من الاثمانينات ولحد يوما هذا فعمار ثامر ما فقط هو رياضي هو ابن مدينة الموصل ابن المدينة القديمة ابن الجانب الأيمن نعم إهلا وسهلا بك عرفت الموصل سيد عمار عرفت في السنوات الأخيرة حال التوتر وعدم استقرار مما جعل أهالي نينوى يراهنون على هذه الانتخابات لأنه في الواقع الاجتماعي هل يمكن لك أن تبرز لنا أهمية هذا الحدث الانتخابي لنينوى وخصوصا؟ محافظة نينوى شهدة دورات عدة وانتخابات ولكن هذه الدورة تميز عن الدورات الأخرى بأن رفعت شعار محافظة نينوى وأبناء المحافظة أنا كرجل مواطن عادي لحد لنا أنا ما برلماني سابق أو مسؤول رفعه الشعار المجرب لا يجرب لأن نحن بعد المعاناة الداعش وبعد احتلال المدينة بسبب الخلافات السياسية أنا يقول لكي بكل صراحة أنا رجل صريح بكل لقاءاتي أتكلم ووضوح محافظة نينوى احتلت منقبة داعش بسبب التناحرات والخلافات السياسية لبعض الرموز ما راعوا المواطن البسيط ما راعوا الفقير ما راعوا بأن الموصد تحتاج وناس يسندوها ويقفون معها وقفة مشرفة يعني نحن مع الأسف بالدورات السابقة أنا أحشي لك رئيس نادي وعندي أكثر من أربع تلاف خمس تلاف شخص منتسب بالنادي كنت أرى وجوه فقط وقت الانتخابات صح هذه الوجوه هي نفسها اللي صالها دورتين وثلاثة وأربعة وقت الانتخابات أنا أنقهر أحشي لكي بكل مرارة من أن يشوفوا المواطن الموصلي البسيط هذا المواطن اللي يحتاج هذا المسؤول يعني أنت معقولة يجي مسؤول يشوفوا أربع سنوات يتسرب ما يشوفوا يشوفوا ظل يجي قبل انتخاباته في شهرين ثلاثة يجي يشتحتاجون يجي على المواطن أو يوزع مساعدات أو يخلي صورته عن مساعدات يضحك عن العالم يعني أنا أحشي كي بكل صراحة سيد غزوان يعني الرجل الفقير هذا البسيط من تجي توزع له سلة غذائية وتخلي صورتك أنت ما أتيجس نفسك أنت تعمل ذنب هذا الفقير ما يحتاج سلة غذائية هذا يحتاج أن تعمله حلول جذرية جذرية ما حلول موقعتها هذا أخذ السلة الغذائية وبعدين أنت كمرشحين أو كنواب سابقين أعدكم ميزانية الدولة كوزراء محافظة نينواء أو كنواب محافظة نينواء بعلاقاتكم مع الدول العربية أو المجاورة ما قدرتوا تعملون مراكز للفقراء يعني أنا متأكد وعن أحشي كي بكل صراحة نحن كرياضي وكشريحة ما فقط مثل رياضة ترى الرياضة هي بيها الدكتور بيها المزارة بيها التاجر بيها المهندس بيها كل الشرائح بس أنا أستغرب من المسؤول أنت خلال أربع سنوان أش عملت للمحافظة وأني أخلي الصوش كله بين المواطن ليش؟ يعني أنا كم رشحاني المحافظة نينواء مرشحت المحافظة يجب على جمهوري يعني حاسبني غدا يدام أوفي معه يطلع بالإعلام يطلع بقناة الموصلية وقنوات الأخرى يحاسبني يقولك تعال أنت في فترة من الفترة أنا وقفت معاك سنتتوك انتخبتوك جبتلك إذا حاسبك أنت كشي ما عملت لي بس أنا أستغرب على المواطن يجي يقول لي والله هذا قراربي فلان العشيرة هذا صديقي شنو صديقي؟ ابن عمي ابن عمي نحن إذا ما نعوف القومية ونعوف الشخصنا ونعوف العشيرة البلد هذا يظل مدمر نحن نريد دولة مدنية دولة ما نعتمد على ابن العم أو نعتمد على الصديق ابن العم هو دور إذا ابن عمي يرشح وكشريف وعنده خلفية وعنده عمق في محافظة نينو لأن ترى الإنسان في محافظة نينو وترى من صغير لي كيف يصار سياسي سيد غزوان ما ظل لحد غشير لأن الناس بعد داعش حست المعاناة أنا كنت بوقت داعش موجود حسنا المعاناة حسنا الفقير شفنا بعيننا يمن كان يكون القصف وانسجلنا بوقت داعش والناس يعفونه محافظة نينو ومن نسجل ومن نتأذى ومن نقتل أخوه بس نحن ماري الشعارات سيد غزوان الناس ملت من الشعارات ناس يتفيد حلول احنا أكثر من مرة نوهنا في أكثر من حلقة أنه بعد أربع سنوات يأتي الآن المرشح ليضحك على الناخبين بسلة غذائية وبتوزيع بعض الأموال البسيطة وقلنا مرارا على المواطن أن يأخذ هذه الأموال وأن لا يعطيه صوته يعني ما نخلي واحد يضحك على ألفين وواحد ينطيلم على النص ورقة أو على سلات غذائية هذول الألفين خلي يضحكون عليهم يأخذون الأموال ألف عافية ما هي فلوسهم كم باقى بالدورات السابقة يأخذون هاي الأموال وما يعطوا له الصوت لأنه اللي يوزع يعرف ما يفوز إذا ما يوزعه ويعرف هو نفسه ما مؤهل وليهذا دا يوزعه ويعرف أنه هاي اللي دا يوزعه وما غشي ما يوزع فلوس بالشارع يعرف أنه إذا فاز بالأربعة سنين القادمة راح يبوق مئة مرة بقد ولا هو ما غشي ما يوزع فلوسه بالشارع بالنسبة للأموال تأخذوها وما تنتون صوتكم بالنسبة للسلات الغذائية يخلي صورتها عليها تفتحون السلة الغذائية صورتها تعقشوها وذبوها بالزبل وتأخذون السلة الغذائية هذا عقاب لكل من يتلاعب بمشاعر الناس وأحاسيس الناس ويحاول أنه يضحك عليهم بأبسط الأمور لا تنسوا الصورة تعقشوها وذبوها بالزبل وبعدين تأخذون السلة الغذائية أستاذ عمار ثامر ما الأسباب الموضوعية التي دعتك أنت شخصيا للترشح في هذا الحدث الانتخابي وهل ترى أنكم في تحالف القرار قادرين على التغيير يعني بالمناسبة أستاذ عمار أنت إنسان رياضي ومعروف يعني الكثير يتسألون إشجاب عمار ثامر إلى السياسة هو إنسان رياضي نعم محافظة نينو بيها شرائح عدة الرياضة هي من ضمن الشرائح ولكن أنا ما فقط مثل الرياضة يعني أنا من قلت لك وأن يتمنى صوتي يسمعوني أن القلات الموصلية مشاهدة بكل العالم عمار ثامر ما رشح تلقائيا عمار ثامر صار ضغط عليه من قبل العشيرة من قبل شيوخ العشيرة أنا أشكر الشيخ ياسر المشهداني والحاج الكبير محمود السيد مرعي يعني ضغطه علينا بأن يكون هناك ممثلين للعشيرة نحنا ما نريد النائب يكون ممثل فقط للعشيرة نحنا هذا النائب يمثل عراقي يمثل محافظة نينوة غدا بالبرلمان يمثل كل المحافظة بس عمار ثامر مرشح على الانتخابات أنا قلت لك بكلامي بالبداية نحنا كنا نشوف النواب يتوافدون عن نادي الأدنى لأن أدنى تأف شرائح كبيرة بالمجتمع وكلمتنا مسموعة يعني نحنا المدربين واللاعبين والإدارين ونموجههم على شخص الناس يحترمونا وكلامنا موثوق عندهم فدحقنا المحافظة تحتاج دماء شابة تحتاج وجوه جديدة تحتاج ناس ما يجون للكرسي يبعدون الناس تخدمهم لأن هذا الكرسي تكليف وليس تشريف أنا أشوف نظرة المسؤول عندنا تختلف نشوف من يقعد على الكرسي يريد ناس هو تخدمه هذا غلط حسا بالعالم كله الإنسان يقعد على الكرسي هو يخدم الناس هو يصير قريب مع المواطن يصير قريب على الفقير نحن ما رجل ننطي شعارات يعني عمار ثامر غدا ألتقي معك بعد أربع سنين إذا الله نطانا عمر يقول أنت شعملت أشقد دمت طبعاً يكون أمور كثيرة يعني أتمنى البرنامج يعني الوقت نعم يستوع حتى الشرح لكية نحن أكثر من 1250 شابة محافظة وثنين ومن ضمن القروب ما نعيش تغل هذا القروب وزعناه كدوه للعالم استاذ قلني شو وزعتم كدوه ما عندك إمكانية يعني ما عندك إمكانية بعد هجم الداعش أكثر الرياضين طلعوا خارج البلد طلعوا على الدول العربية نحن قبل ثلاثة شهر من صار شرعة الترشيح قلنا هاي الشباب نجمعه ونعملنا صوته بمحافظة نينو قسمنا محافظة نينو ومينيا وسبعة وستين منطقة بكل منطقة أنا خليت عشر شباب الرياضين متوزعين بكل المناطق هذا الشاب بالمستقبل إذا الله سبحانه وتعالى وفق عمار ثامر هذا الشاب يصير صوت هذه المنطقة شون انت غدا في منطقة الانتصار أو في منطقة الرفاعي أو المهندسين عملت لك نقطة دالة هي مكتب للنائب الفلاني كل منطقة هي بيها كثير شرائح بيها شرائح شرطة مهمشي بيها بيعاجة اجتماعية بيها موظف بيها كثير شرائح هذا المكتب يرعى أنا خليس معوني الموصلين كلهم هذا وهاي أنطيها يعني من هذا المنبر وتكون مسؤوليتي طبعا وعد طبعا ما وعد لا لا يعني من السنة نفذناها إن شاء الله إذا الله وفقنا أشياء كان نادي نينو ويستقبل كل الرياضيين وكل الدوائر من نعم الدولي مؤسسات كل منطقة غدا عندك أنت شغل في بغداد أو في الدائرة الفلانية في محافظة نينو مكان ما أنت تذهب كمواطن هاي موجودة معاً بالدول الأخرى موجودة مكاتب خاصة كل منطقة يجي من خلال هذا المكتب نحنا نوصل صوته نحنا نوصل معاملته نحنا نقضيه ليه للأخير ما نقوله تعالى نكمل لكيه لا نحنا نوصل على الأقل أحسن ما يقف سرة مثل الدوار اللي عندنا لحد الآن مع الأسف يعني بطاقة الناخب يحد الآن مراكز البارحة باليرموك وكتير مراكز بالموصل لحد الآن 50% صار توزيع البطايق الباقي يعني أخي يسمعوني المفوضية مشكورين بحيل يرموك البارحة هاي عشر شكاوي تيجيني مركز يتعاملون الموظفين هناك تعامل مازين مع المواطن والمواطن جاي يريد ياخذ البطاقة يريد صوته للشخص اللي يريده فمكان نحن ما هاي الدوار يصير بها الزحامات يجي عن طريق المكتب الفلاني يجي نحنا وصله للدائرة الفلانية وهو يكملها بس نحنا وصله نكمله يقوله الفضل هاي المعاملة لمالتك نحن وصلناها قد عملناها وارد انت تكمله لأن المحافظة هنا ولحد الآن هحشلكي بكل صراحة خيز علوميني كلهم نحن محافظة هنا والدوار صارت عبارة عن ورث مدير الدائرة يجيب الأقرباء يجيب الأصدقاء يجيب الكذا وشوف المواطن الفقير يجي يقدم الفايد ويعمل وكذا وما أكو إي استجابة وشوف أكثر يتوظفون هناك أقرباء يكونون اختصاص لا يعني كان الواحد مثلا أوكي يقول مو مشكلة أنه هذول همنا يحتاج لهم تعيين وهم اختصاص بس مو اختصاص ناس ما لهم علاقة بهاي الدائرة ولا خريجين فتكون لي يتاب يعني باختصاص الدائرة نهائيا صح يعني مثلا ممكن أنه هو يكون معهد تقني أو معهد طبي ييجي عينه بالطابو بالتسجيل العقاري إيه وين معهد طبي وين اشجاب على الطابو بالتسجيل العقاري وهكذا يعني مثلا كلامك صح دليل كلامك نخلص زراعي يجيب على المستشفى إيه ليش على المستشفى طبعا ما بس بتجالب يعني أسا أنت تجي على الوزارات بالعراق نعم تلاقي وزير صار وزير فلان صار وزير كذا دائرة بس يدور بيها نحن نريد الرجل المناسب بالمكان المناسب محافظة نية وتحتاج أن يكون ناس صادقين معها شون صادقين معها يعني الإنسان يمن يصير نائب شير منه المواطن يريد يتواصل معه يريد يستمر معه ما غدا قف الموبايل أو طلع عنهزة أو ما يشوفه يريد يتواصل معه ترى النائب هي هي المجلس النواب هي الجهة رقابية تشريعية بس المواطن المحافظة يوم من انتخبك يريد تتواصل معه تستمر معه ما يدو شوفك آخر شهرين أنت غدا هذا المواطن إذا ظليت معه أربع سنوات هو أيضا معك أربعين سنة إذا ظليت معه متواصل وستمعه الكلام الطيب وتيجي تكذي شغلته هذا يريد أشي يريد منك المواطن المواطن ما يقولك تعال نطيني فلوس أو تعال نطيني بلعيني يريد يتكب الناس يثق بيهم يريد ناس يساعدونه فقط طبعا على أبسط مستلزمات الحياة نعم 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 قبل كم يوم أقول لك كم تقاطعك ستاد أنا رحت على المدينة القديمة إحنا ما يروع على المدينة القديمة نأخذ الصور ونطلع قدام الناس لأن الناس ترى ملت من هذه الشغلات رح شفت فرق تطوعية وأنا أشكرهم من هذا المنظر ترى محافظة لو بعد التحرير أكون فرق تطوعية من الشباب الأبطال اشتغلوا بدون مقابل اشتغلوا ونظفوا شوار وعملة وعي شلون جثت لحد الآن يعني فريق السرور هذا فريق صالوا ستة شل يعمل بدون مقابل البارحاني كنت مع أساد نجم الجبوري ملعب الجامعة من جو منتخب الوطني العراقي البارحاني ستة سرور قلت لدي أتقي مع أساد نجم لأن أن أتعرض إلى يعني كثير ضغوطات يعني بنتلقي يجي شباب مصلاوي قلبه مشعول على مدينته تفرح أنت بس مع هذا يريد ناس من المسؤولين يسندوه يقفوه معاه فنتمنى نحن من النواب الجايين أكثر من تسعمائة نائب هم محاوظة نينوه التسعمائة كلهم توجههم يلون يخدون من المدينة الله يوفقهم نحن نريد النائب يجي ما يدحق على الفلوس أو المنصب أو الجاه ولكذا خيدحق على المواطن الفقير البسيط ترى والله العظيم يروحون على انتخاب والله العظيم ما احترامي كل الأغنياء الأغنياء اللي عنده مبدأ معروفين محافظة نينوه معروفين أكو بكت انتخاب يطلع شي ما ترى ما ينتخب بس الفقير يوفي ليش يريد ناس خطيئة بك يقول لك هذا يشيلوني يسندوني يسندون هاي المحافظة فنتمنى أن يرشحون شخص يرشحون عنده مشروع عنده مبدأ عنده برنامج يعني ما معقول أرشح واحد يعني ما عرف أصله أزعوا على الجمهور مالك أجد العمل خيال أربعة سنوات حتى بعد أربعة سنوات حتى أسبوك الناس ما معقول أنا جبس أني نائف رقم والبسقاط تعرشحوني يعني لازم عندي مشروع أنت هاي المحافظة هاي اللي أنجبت القادة والعلماء والتاريخ ليش صارت هجمة عاينا أستاذ نحن نزمع ليش لأن محافظة نينوه هي منجم العراق كانت منجم منجم كل المجال يعني ما يدخل لي مجال وأنسى مجال فصارت هجمة علينا فلازم نتكاتف السا يعني أنا قبل كمية أنتصل بي شخص يزيدي قال لي والله درش حق قلت له ليش يعني ما أدخل قال لي والله تعرف على الموديش قل لي أنسيتني سؤالة ذاك اليوم خبرت قلت أنت وينك شو ماكو قلت ليش أنت ما تعرفان يزيدي قلت له لا والله ما عرف طالب بالعداد معي والله ثلاث سنوات يعني ما عرفه يزيدي فقبل محافظة وقبل الفين ونتا ما تشعب يزيدي ومسيح صحيح مع الأسف كنا محبة مع الأسف وصلنا هيدش مرحلة على الأموم نتمنى إن شاء الله نرجع مثل قبل إن شاء الله وفقط السياسين يصدقون مع الشعب نعم الشعب ما يريد كل شي من عدهم شكرا جزيلا نذهب إلى فاصل مشاهدين نلتقيكم بعد الفاصل عدنا وإياكم مشاهدين بعد الفاصل لأنكم الحلقة اليوم من برنامجكم عين على البرلمان سيد عمار هل ترى أن النواب السابقين في نينو وفي الدورات البرلمانية السابقة قد أدوا واجبهم أو مهمتهم بشكل مطلوب في تمثيل الشعب سيد عزوان نحن حاليا مرشحين ما أقدر أنا ما أقدر أتكلم عن النواب ليش النواب مجمهور أسأل يقيمهم لأنه انتهي جاء انتخابات كل نائب إذا وفى مع جمهوره وفى مع مدينته طبعا الجمهور دي لف معه أنا أخاف مثلا نتكلم نحن أقول النواب ما وفوا حسب عليها تسقيط فأني ما إذا سقط أحد نحن نحترم الكل نعزي الكل كلهم أبناء المدينة يعني أبناء الداخل والخارج نحن ما عدنا فرق معهم كلهم أخوتنا وزيقانا بس أنا أتمنى من الجمهور الموصلي أتمنى من المواطن الموصلي الداخل والخارج لأن نحن نقول داخل وخارج ليش لأن أكون نحن نواب عندهم جمهور خارج المدينة وعندهم أكون نواب داخل المدينة فنتمنى نحن من المواطن لا يدحق على شغلة العشيرة حيث شغلة القرابة أريد أن ينظر هذا النائب أوفى معه ووقف لهذه المحافظة سنده ظل متواصل معه خلال أربع سنوات نعم الكثير من المواطنين يؤكدون على ضرورة التغيير الكلي لمن يمثلهم في البرلمان هل تتوقع تغيير في الخارج السياسي اللي نينو؟ حاليا المرشحين أو كنت تعرف أنت كوتا يعني نحن نحن نقلتنا عن قاتل ألف معاش مقاتل يعني يتجي أنت تشيكة أربعة عشر أربعة عشر مقاتل أربعة عشر تشيكة أنت تشيكة تشيكة تشعث وزراء تلاثة كوتا أو كنت تعرف وزراء ونواب سيطنين على كثير مفاصل الدولة هنا خيكوا قرين يعني نحن 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 يرجعون أكو أشخاص أكو مراقبين أكو أمور كثير ما قلنا نحكيه نحن بالإعلام مباشرة لا لا لازم نحكيه اسمعني استاذ نعم الشخص راح من يجي للمحطة نعم ينتخب أول محطة يقول له يلا انتخب وين البطاقة هذا من حق الناخب أنه يطلع بطاقة وحدة بس بس مالتب أسرح يعني أنا مثلا الشخص فلان يشترى ميد بطاقة نعم هو راح ينتخب بطاقة وحدة يطلع ياخذ ورقة ينتخب وخلص أسرح أحكي لك الفيلم الميد بطاقة منه لازم ينرقى ميد شخص كل واحد يشيل البطاقة أنا أحكي لك يجيبون الشخص الفلاني ايضا يجمعنا كذا بطاقة يشوفون هذا ثقله يقدر يجمع مئة وخمشين ومئتين هذا ينطي لاحق شو شو الكلام وانا يتمنى يسمعوا كل المواطن المصير وانقهرة ثانية والله منه يقولون له ترى انت مد تفوت تنتخب شوف شون خطيئة يعني يعني الناس يعني كناس تعب مواطن بسيط بمواطن من تدخل تنتخب؟ يقولون ترى من تنتخب تدخل ترى اوكو رقم وكوكوت وكذا ترى يجينا اللي من انتخبت وعي صدقونكو ناس انا انتقيت مع ناس بالمكتب مالي جوا عليها قالوا والله جوا عليها جماعة قلونا جمعوا البطايق ونطيكم كذا مبلغ زين وانت من تفوت تنتخب نطيك وقت تنتخبت ومطاقة ماك تفوت تطلع ترى قبل نأفو انو انتخبت بتعبك وناس خطيئة غيش ما ترى ماك من محاب ودنا ونا نعم رسالة لكل المواطنين فينا بس رب العالمين رح يعرف انت من انتخبت بهذه اللحظة فقط رب العالمين رح يعرف من انتخبت انت اكبر واحد ما يعرف هذا الجهاز هذا الجهاز يخزن يستقبل الختم البطاقة هذا الختم عليه بصمتك على هاي البصمة رح تنتخب انت وحتى اللي يواقف على الجهاز ما يعرف انت من انتخبت مزين حتى اللي يواقف على الجهاز فلا يضحكون عليكم الناس ان شاء الله وعوا ما اعتقد احد يقدر يضحك عليهم ان شاء الله بس احنا ويساعتك انت خوش رسالة حلوة وجهتها اكيد اللي ينتخب الشخص اللي انطاله فلوس فعلا هذا انسان غشيم وانتو ماشاء الله يعني عيننا بعض عليكم كلكم شون يقولون مفتحين مفتحين ايه ماكوا واحد غشيم هسا راحت ايام قبل ايه والله واحد والطرق ما السياسين الحقيقة ان التعبانة ملتوية ملتوية نعم ولهذا وصلنا لها المرحلة اه نينوى لها 34 نائب هل تتوقع ان نرى نتائج مستقبلا في حال ما اذا تم انتخاب نخب مثقف وتكنقرا نعم اذا احنا شارع الموصلي حاليا قبل ثلاثة شر ما مثل اثة قبل ثلاثة شر روجوا بعض النفوس الضعيفة بأن الانتخابات هي محسومة لا حد يروح لا كذا لا حسنا الناس وعد يعني تلقي مراكز الانتخابة ستلقيها مزدحمة جدا ليش المواطن عرف بأن كالدورة عيصير بيها مصداقية للمواطن بأن الدورة البعض ستصير احسن شون يعني احنا عدنا التحديث البيومتري نلغى بمحافظة نينوى المواطن الموصلي انا متأكد باية الدورة وانتخابات مجلس المحافظة يصيروا عنده ثقة بأن الانتخاب سوف تكون نزهة دين المفوضية نحشي كي بكل صراحات تعمل ترى بكل جده بقوة وبهاي الانتخابات وقبلها ترى المفوضية عملت بوقت داعش وبوقت قتل يعني قبل من 2003 إلى 2014 كتير شو هدا انتو ترى فأني اتأمل بأن يكون تغيير ليش يعني الناس وعات والمرجعية الشيعية والسدنية والباقي الفوسيفساء الجميل المحافظة نينوى اتفقوا بأن ما حينتخب الوجوه القديمة ناس تريد وجوه جديدة دماء جديدة فآن عندي امل كبير بأن محافظة نينوى سوف يكون هناك وجوه جديدة وجوه تغذب هاي المحافظة يعني كثير ترى من القوائم التي ستجع عليها هناك وجوه مقامات معروفة محافظة نينوى من بيوتات الموصل من العوائل الراقية من الناس الاكاديميين الذين جايين يعملون لأجل هاي المدينة فنتمنى نحن من المواطن في محافظة نينوى بالاقضية والنواحي لخارج يعني يعني رساتي للعالم كله يعني نحن المواصلة من تشريب كل العالم يعني أسا يقول لك شغلة ممكن ما صدقة يعني بأمريكا وباستراليا وبتركيا اتصلوا بينا ناس عن طريق تعرف السؤال التواصل ما شاء الله احنا قرية صغيرة صلنا نعم اتصلوا بينا وبعثوا إلى سائل جميلة حلوة يقول نحن لكنا قبل الدورة السابقة ما كنا نروح على مراكز الانتخابات ما كانوا ببالهم انتخابات ويقول بهاي الدورة بعد داعش المواطن المواصلي اللي خارج البلد يقول وعا يريد ينتخب الناس اللي جاي يخدمون داخل البلد لأن المحافظة اتنوا ايش اللي ترى الرجل ترى للدين تخب يريد احد يقف للفقير ترى انت رجل كغني يمتل تنتخب عمار او تنتخب فلان تريد يقف للفقير ما تريد يقف لك وما بقيدك ترى الرجل الغني يريد يقف لهذه المدينة ترى غدا نحن هاي المدينة يمن ينبني جسر او ينبني عمارة او ينبني ملعب تركرتنا نفرح وننقهر نشوف هيكون واقعين نفرح من نشوفه بكربلة وبالنجف وبالبصر ينبني ملعب بس ننقهر نحن اكبر مدينة بالعراق بعد بغداد ما عدنا ملعب يحدنا يستوعب جمهور صح يعني قبل كميوم جوا المنتخب الوطني احمد راضي سعد قيس جوا الجمهورة التلاف متفرج فرحوا لان الرياضة ترى تجمع السياسة ما تجمع ترى أسه اي رياضي يقدر يجمع بمباراة سبعين الف متفرج بس السياسي يجمع له الف بفلوس يجوز بس الرياضة تجمع تقرب لان الرياضة سفير للبلد يعني اصلا احنا نقول دولة البرازيل من يعف رئيس دولة البرازيل محد يعرف بس ما تقول روناردو رو ماريو تقول كالا بالبرازيل فنفس الشي محافظة نيمة تقول حارس محمد تقول هيثم نديم تقول طارق الحجية تقول محمد فتحي خي يكون واقعين تقول ادول الرموز بالبلد طارق الحلبي محمد عربو ادول واجهات البلد اتأسف اذا ما ذكرت بعض الاسمان لا يزعلون من عدنا فالرياضة يكون سفير فاتمنى ان يكون المواطنين في كل دول العالمية رساك اللموة ان يقفوا مع الناس اللي جايين يخدمون هذه المدينة ما يجايين يخدمون جيوبهم او يخدمون هذا الكرسي يعول كل المرشحين استاذ عمر على فئة الشباب يعني الذين يراهنون انهم القوة الكاملة لنينوة هل لديكم اي مشارع شبابية موجهة لهذه الفئة الفاعلة والمعطل الاسف في نينو يعني بعد الفوز ان شاء الله نعم احنا قبل الفوز من 2003 ل 2014 عملنا على تأسيس نادي نينوة الرياضي وعملنا به اكثر من سبع منشاعات رياضية عملنا ملعب تنس ملعب طائرة شاطئية ملعب قدم كمناها حاليا عملنا اكثر من 15 ملعب شعبي بمحافظة نينوة كتعديل بسيط كعوارض او كملعب بالقاهرة سيجنا تعرف احنا ما عدنا ميزانية الدولة او عدنا المال الموجود عنده كثير مسؤولين فعملنا على شغلة جميلة جدا وغريبة انت محافظة نينوة 167 منطقة اقضي انا واحد عملت لجنة راحت على اقضي النواحي كلها راحت عليها افترت خلال شخص كابتن عبدالرحيم والسحالين هو خارج المنصد طبعا كل منطقة احنا عملنا مرتكز انت شو تكسب الشباب تكسبهم عن طريق الرياضة ابني ملعب تغلق سجن هذا طبعا هذا موجود هذا قول بالخارج عند اوروبا يقول اعمل ملعب تغلق سجن سجن ليش لان هذا الرياضي ابنك اسا انت ابنك من المدرسة يروع على المدرسة الى اصل احسن ما يسع عنده وقت فراغ يروح العب قدم سلة طائرة حتى هذا الوقت هذا الشاب عنده غري زي دي ستة احسن ما يتجي غير اتجاهات يجي للقدم يجي للرياضة يجي للشغلة الحلوة المسلية فنحن كرياضيين يعني لسات كل اهلي محافظة نينوة الرياضة تجمع ما تفرق يعني اتمنى بالفترة الجاية ان يكون هناك اهتمام حقيقي ما بوقت الانتخابات يعني اساكوا كثير مرشحين اشعملوا استاذ غزوان وقت الانتخابات جاءوا وقب بالملعب عملوا بطولة عملوا كؤوس عملوا الدولي وزعوا الدريس واربع سنين ما يشوفوه الريد الناس يشتغلت هاي خمسطعة سنة الناس يتميزهم اللي عا يعملون بدمهم يعني نحن بألفين وستة انا نادي ما عملناه بألفين وستة بحيسان فجرواه فجرواه كانوا مشتركين بأحد الرياضيين بمحافظة نينوة يعني اقول لكيه بكل صراحة مشترك بالترجير؟ لا مشتركين بأن ما ينبني نادي بهاي المنطقة او نادي ومنافس لهذا النادي يا حتى كيه بكل صراحة يعني رجل صريح نحن نريد ننجمع نحن كرياضيين نعوف التفرقة نعوف الأنانية نعوف النادي بس اريد اللي وريد لكها نريد نصير كتلة وحدة نتماسك نحن كرواد كفرق شعبية كأندي يعني عملت مشروع لحشي لوكوه أستاذ غزوان واني كثير والله أشكر أستاذ عمر غازي فيصل وستاذ غازي فيصل واشكرك على هذا اللقاء يعني في قناة الموصية قناة الموصية كلها عملت تخطيط بهاي الخمسطعش ملعب وأوكو ملعب يسير بالجانب الأيموي والأيسر فيصل للفرق الشعبية خاص تعوف نحن إذا عملنا بالجانب الأيموي والأيسر ملعب خاص للفرق الشعبية جمعنا أكثر من ألف فريق شعب محافظين أوه ألف فريق شعبية يعني عشرين ألف مواطن محافظين أوه مع جمهور يعني مئتين ألف مواطن أنا أتمنى من المسؤولين أن يشتغلون شغل ويعملون حلول ما وقتية حلول مستقبلية للبلد هذا هاي الخمسطعش ملعب تجمع الشباب وأنا رسالتي لمرتكزات مالي للألف ومئتين وخمسين يعني يشتغلون معها يسا أن يكونون أوفياء مع المواطنين مالهم يجون لخدمتهم أو باللومية وأنا على طول أوضح اللومية لهذه الشغلة لأن مرات أنا أتأسف مرات يقول لك أنا أخبر عن مرتابر مقفوط جهازه أنا ضغط عليه بهذه الفترة الضغط غير طبيعي أنا انتقيت مع أكثر من خمسين ألف شافهم محاضة واثنين وهذه الشهرين ومثقهم بالأوراق الاسمية وبالتليفونات كل منطقة محاضية والتقي ثاني فهذه المرتكزات أجل نعمل بها ساد غزوان دو نعمل هاي الملاعب نرجع عملت الجانب الرياضي مالي رياضة المرأة مهمشة بمحاضة نينوة عملنا برنامج خاصة دعمها رياضة المعاقين هذا المعاق اللي يمثل محافظة نينوة خاصة نحن الحرب أفرزة معاقين نحن نهتم بها المخيم الكشفي الانديا الرياضية 15 نايد يسير بعاتقنا الفرق الشعبية الرواد الأولمبية نحن الاتحادات الرياضية 33 عملنا برنامج بأن ندعمهم كلهم شون ندعمهم أسا عملنا بطولة مالبليار جمعنا كل المعتمدين القاعات في محافظة نينوة عملت أسا أكثر من 20 بطولة موثقة موثقة عادكم بالموصلية بالقنوات الأخرى عملنا على دعم الرواد من محافظة نينوة أكو بعض الرواد حالتهم مسحوقة دعمناهم بس ما يجد نذكرهم تاجات أقامات مالنا هذولة نحن نتمنينا من المسؤولين يرعوهم هذول مثلوا العراق ومثلوا آسيا أخذوا بطولات آسيا والعرب وكل الفعاليات مهمشين قاعدين بالبيت يعني عائلة السيد هيتم نديم بطل ورمز من رموز العراق بطل آسيا بالساحة وميدان عائلته فقيرة سير عوائل كثيرة ما يجد نذكره نحن الرباع طلع الحسون نزع الحسون أبطال آسيا والعرب والله قاعدين بلا عمل بلا شغل والله نتأسف نحن وقلب نين مسك يروحون على المسوي يدقون بابه كلتنا نحن هاي خمس طاعة سيروح ندقبان من مسوطة عن طينا عدنا بطولة عدنا مباراة عدنا كذا لش ما نحن نشير عدنا صوت نحن من 2003 لحد 2014 ما عدنا صوت من مجلس المحافظة أصلا نجم يكون هناك ميزانية ميزانية خاصة من الدولة لي قطاع الرياضة يعني قطاع الرياضة هو محسوب أصلا هو قطاع مهم من قطاعات الدولة يعني يجب أن تخصص هناك اتحاد الكروي نعم يعني ما عدكم دعم من الاتحاد الكرة واذا وضح لك عليها النقطة ورئيسية سيد غزوان أستغل الفرصة اتحاد الكرة العراقي من 2003 لي 2014 جميع مجالس المحافظة أدها تخصيص مالي بالجانب الرياضي يعني كل الأندية كربلا نجم بغداد أربيل بصرة أدهم تخصيص نحن نادي الموصل نادي مينو والعمال المستقبل نادي ربيعة كل الأندية الداخل والخارج نادي أياشيت نادي قيارة نادي العمال كل هاي الأندية نادي الفتوة ما حدنا تخصيص كلنا نحن يمثل لعباية معينة بمحافظة نينو يعني نادي الموصل كل الأندية بالعراق تاخد مئات الملايين للاشتراك بالدور الممتاز أو دي الدرجة أولى نحن بمجلس المحافظة لحد لما جاءنا شخص يدافع عننا أو يمثلنا يعني ما تستلمون انت نحن شاركنا جبنا بطولات على مستوى العراق نحن عندنا لاعب عمر حقق رقم واحد بالعرب طلع أول على العرب وتأهل الأولمبيات البرازيل لاعب عندنا بالنادي ووالده معنا أحمد جاسم مدرب المتخب وطني للرماية أي رياضة؟ الرماية البندقية وطني العرب للموصل ما يدحش لك سؤال كثير نحن نشاطات جبناها حققنا بيها بطولات آسيا وعرب وعراق ما شفنا مسؤول رياضي كنا قبل الله يرحمه أستاذ يونس أحمد رسول يعني من هذا المنبر الرحمه قتله داعش المسؤولين همه وهمشين نسوا أهله ونسوا عائلته يونس أحمد رسول قبل كان أي رياضي يبرز يجي ياخده يدعمه يقفله يدافع عنه صوته كان عند المسؤولين قبل نحن حاليا الرياضي يريد واحد يدافع عنه صوته يسير صوته الحقيقي صوته ما المزيف صوته الحقيقي لأن الناس يتميز بالموصل يتميز يتجاي يشتغل ويجاي ويجاي على المصلحة الخاصة فخطتنا أستاذ جميع أي الشرائح يصير بذمتنا نحن ما عدنا ميزاني الدولة بس نحن نقدر ندافع عنا مجلس النواب ونعمل تخصيصات مالية ونفرض على مجلس المحافظات ونفرض بأن يكون هناك تخصيص مالي لهذا الجانب لأن الرياضة مهمة بمحافظتنا وبعد داعش لأن داعش استغل الشباب واستغل فكرهم وعمل لهم شغلات طرق تعم هذا الشاب صغير ما عنده يزي وهذا فارغ بسيط خطيئ هذا الشاب بس انت يجيب هذا الشاب على السباحة على التنس على القدم على الرماية تيجي على هاي اللعبات هذا الشاب تقدر تستوعبه شكرا جزيلا نذهب إلى فاصل ونعود مشاهدنا نلتقيكم بعد الفاصل عدنا وياكم مشاهدينا بعد الفاصل لنكمل ما تبقى من حلقة اليوم من برنامجكم عين على البرلمان أستاذ عمار ملفات حقيقة كثيرة فينا وتحتاج إلى اهتمام ورعاة من قبل النواب الجدد والناس يعقدون الآمال على هذه الدورة ليخرجوا بأناس صالحين ونزيهين وقلبهم على المحافظة وعلى أهل المحافظة ملف المفصولين والمتسبين للقطاعات الأمنية نسأل كثيرا من الأحزاب والكتر السياسية المرشحة والمرشعين كيف تنظرون إلى هذا الموضوع وماذا تعتزمون لحله يعني موضوع شائك أخذ طبعا أخذ أكبر من حجمه صح ولحد الآن أخذ مساحه أكبر من حجمه ولحد الآن ما حول صح هذه القضية طبعا تقر وتبكي لأن أكثر من 12 ألف شخص مفصول بالشرطة والجيش والأب بي اس بعض الناس النفوذ ضعيفة قاموا يتاجرون بهم يطلع عني يوم يدرجعكم أنا يريد الناس اللي يطلعون يدافعون ما يطلعون يدافعون بالكلام يعني أنا لتقيت بالمكتب مع أكثر المفصولين من الجيش والشرطة والأب بي اس ثير تقيت معهم تقيت بالأخ سلامة أنا أشكره من هنا لأن أدافع عنهم دفاع الأبطال هذا اللي أعجب من النمروط طبعا أدافع ويكتب ويعمل ويروح ويجي فأتمنأني أن يكون ما بس حال بالكلام شون؟ يعني أنت غدا كنواب من محافظة نينوة يمن عندك هذا الكم الهائل ومكام ما نحن نعمل تطوع جديد ومكام ما نجيبه جديد ما نعرفها الناس اللي خلوا إيدهم بالداعش ولي عدهم فساد ولي عدهم انتماء ولي عدهم أقرباء هذا جاد لمنية موجودة لأمن الوطني استخبارات هدون يفصلوهم بس هناك ناس مزهاء شرفاء هدون صاروا محبوسين بك الداعش يعني نحبسوا أبوك الداعش وصاروا ضحية يعني ما يصيروا ضحية هما ونرجع نحن بعد التحرير كان ما نكافؤوا ونقولوا مثلهم ظلمتوا وميتوا من الجوع وقاموا يقتلون يوميا ويطاردون مختبين ببيوتهم والله أنا عاف شرطة وجود ويقول لي واحد يقول لي بأله أنا ثلث سنوة مطلعت مختبئ برهرة يعني باللعك أنا هذا جي أكافؤوا لو أقتلوا قتل ثاني اللي ما أجي راتب عائلته وأهله وأطفاله فنحن خطتنا حتيكي بصراحة كشخص عمار تامر تحالف القرار كمشروع عربي هذا ما واجب عمار تامر فقط واجب النوابة بكل الكتل حتى تلحسب لي كعمار عيتباه ويتباخر كل الكتل اللي تفوز لازم تتكاتف لأن هذا مجموعة كم هائل من العوائل الفقيرة المظلومة نتكاتف كلتنا ونصير صوت واحد مجلس النواب ليش نحن مجلس النواب مجلس النواب كل صراحة مجلس النواب ترى عبارة ترى عن تجارة والله العظيم أهاني التقيت مع ناس صعد ونزل وكذا بفلوس ترى هاي ريد نشيله ريد المواطن اللي يروح على مجلس النواب ترى يشتغل بضميره يشتغل بضميره يشتغل بأصله لأن هذا الله سمعه وتعالى يحاسبه والله العظيم دحك نحن نعوف الدين الله سمعه وتعالى تعرف الإنسان هو كرضى رب عامل ما يعرفه بس هو الإنسان كل الأديان هو يعف نفسه وراضي رب عامل ما يعرفه إنسان ما يقعبك ما يعف انت راضي رب العالمين يعرفه بس يترك لك أثر طيب يترك لك أنت شغلة حلوة لك والأهلك والعشيرتك والعائلتك والبيتك أنت قدمي توعمل مجلس النواب صير صوت صير صوت ويخلح يشتغل صوتك لأن مع الأسف مرات يقول لك إذا كم سأني واحد خلص سؤال قاعد أنا قاعد مؤتمر انتش تعمل بباحدك أنا إذا صرت بمجلس النواب شغلة وحدة إذا ما أحد اشتراني هذا إنجاز للية إذا ما أعف ضميري هذا إنجاز للية ما لا يزم أصير أنا غدا إذا عملت فما أعمل أعمل أن أعمل أريع علاقة مع إبغداد طيبة وأعمل ل علاقة مع أغليم كردستان طيبة وأعمل ل علاقة مع أبلبصرة وأعمل ل علاقة مع كل المحاط طيبة إلى أن يستطيع الوصي السونة بس إذا أنا غدا دقاتل أبو بغداد ودقاتل أبو الجنوب ودقاتل أبو كردستان يعني شون غدا مني من أشهر أجيب حقوق محافظتي بس أنا أتمنى من النائب ليسير لا يعمل تقاطعات يسير مع القلب طيب علاقته حتى يقدر يجيب حق أهله المدينته أعمل لي علاقة مع المسيحي مع المسلم مع اليزيدي مع الشيء أعمل لي علاقة مع الدول المجاورة بس ما أخلي تفرض إرادة عليها تركتير ناس أكو بالموصل الشرفاء قامات و هي ما تريد و هي ما تريد و هي ما تريد و هي ما تريد نعم و يعرضون عليها و ما تريد بس أن يتمنى بالدورات الجاية أن يظهرون لأن ذول هم البلد يعتمد عليهم فنرجع على الجانب الاقتصادي قبل أن نرجع يعني أعزز كلامنا هذا ببيت شعري يقول لا تمشي على الأرض إلا تواضعا فكم نام تحتها من هم منك أرفع الله كلام جميل حلو بارك الله بك أكو جوانب اقتصادية بالبلد متعلقة بالجوانب المهمشة يعني نحن عدنا هاي الشرائح قلنا الدفاع المدني والشرطة والأف بي إيس بس عدنا خريجين أوائل بمحافلة نينوى هاي من الفين و عشرة لحد الآن ما تعينوا يعني أول بالموصل عدنا معدل و جاي تسعة وتسعين ثمانية وتسعين ما معين والله معدل و خمسين يتعين أكو أكو عقود كهرباء و صحة نينوى أذول صحة نينوى أكو روات متراكة وما التربية والزراعة والتعليم العالي والصحة والإدفاء أذول شون البيض يصير اقتصاد ما لون ينهض إذا أدنا نواب الموصل يأفعون عنهم يجبون رواتب المتراكمة أكل محاضرين مجانين بالتربية أذول صالهم سنين محاضرين مجانا لحدنا ما ثبتوا نحن أكون شي متعلق شي وأكون شغلة مهمة إذا قلت لك يا أستاذ غزوان واستغل الفرصة المتقاعدين أسا كل متقاعد يريد علاوة أو زوجية أو شهادة يضيفها ما يقدر يضيفها يروع على مكاتب ينطي رشاو يفلوس عشر واخر مستعاش ورقب أسا محافظين هاي موجودة أسا بالمتقاعدين وهي ما حد يتكرر بالإعلام متقاعدين؟ متقاعدين لمحافظة نينو هذا من يتزوج ويجي طفل أو يشد بكارليوس الشهادة مالتو تعب بها ترفيع بها فلوس زيادة ما يقدر يشد إلا ينطي رشاو المكاتب حتى تمشي شغل متقاعدين شير علاق متقاعد هذا غدا غدا المتقاعد في محافظة نينو أكو علاوات تصير علاوات المتقاعد تصير زيادة الراتب ماله يعني هو متقاعد تقاعده لحد الآن ما مززوج مثلا؟ ايه طبعا أكو متقاعد ما مززوج أكو متقاعد أكو أخذ شهادة ما هي كلها بها يسموه علاوة هذه طبعا أكو متقاعدين استاذي يشير علاوة له هذه عدسه أكو مكاتب خاصة في محافظة نينو أنت المتقاعد ما راتب ثابت أكو إضافة يصير للرواتب إضافة شهادات أسه موجود أسه أسه كل المتقاعدين رحشوفهم بالمكاتب غايحين يدون يضيفون ما يقدر يعمل علاوة إذا ما ينطي فلوس المكاتب خاصة محافظة نينو ورشاوي هل هي شركية يأمنون هي أمانة طبعا هاي المكاتب متابعة دائرة في التقاعد لا ما تابعة هاي سمسرة سمسرة خارج المكاتب ما التقاعد سمسرة ما تمشو معاملتك في بغداد إلا تنطي فلوس لهاي الجهة إحنا نريد هاي المفاصل اللي متعلقة أنت باقتصاد البلد إحنا ما نقول متأراض مظلومية هاي المظلومية يعني أمام أنظار السيد مدير تقاعد نينو نعم هذه الحالة التأكد من صحة هذه الحالة نعم ومعالجتها بأسرع وقت ممكن حقيقة لأنها هذه تشوّل سمعة دائرة تقاعد نينو وهاؤلاء السماسرة يجب دائرة التقاعد أن تغضي عليهم قبل أي شخص أن يغضي عليهم نعم عندي شرحتين عندي مستشفيات محافظة نينواء بعد تحرير المدينة ما لدينا بس مستشفى واحدة السفادي ما لدينا مستشفيات مستشفيات طبعا لأنه أكثرية بالحرب لا لا موجود السأكو مستشفيات كملت محافظة نينواء يم المستشفى السلام كاملة هي 200 سلير لحد لا مفتحت أشن السبب ما فتحت لا نعرف موجودة كاملة السلام في مستشفى السلام يم مستشفى السلام مستشفى كاملة 200 سلير 200 سلير لحد لا مفتحت عدنا رواتب سألتوا لش ما فتحت لا نعرف نحن رجل رياضي نعم رجل مدني بعد لما أتمنى من المسؤولين يجاوبون على هذا السؤال نعم مدير صحة نينو نعم يتمنى عبدالحسين عبطان الوزير المحترم هذا الشعب البطل بطل رجل بيّن شغله لماذا لم تطلقه رواتب مديرّة من هذولا مظ benchmark لدينا التصنيع العسكري هذول التصنيع العسكري نحن نستغلهم بدوائر الدولة الأخرى المدنية نقدر هذول الناس كفاءات مهندسين قامات ومكامة معطنية من 2003 لحد الآن نحولهم على المعامل المتوقفة عندنا حاليا نستغلهم نحن على جالب المدني أيضا طلبنا في أكثر من حقا نجلب استثمارات وإعادة تأهيل المعامل الموجودة معمل البان والأدوية ومحمل النسيج هذه معامل أيضا تمتصل البطالة تمتصل البطالة من جهة وتجعل المحافظة تكتفي ذاتيا من المنتجات من جهة أخرى إضافة أنه إحنا نستفاد من الاستثمار المحافظة تستفاد ففوائد كثيرة في القطع الخاص حقيقة عندي جانب ينسي تومس أبغاسو نعم الرعاية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية هي تغذي على البطالة الرعاية الاجتماعية أدو مرواتب مترطة لحد الآن وجد الراتب خمسين إلى الدينار أنا ما يسوى أنا أتمنى النواب يفوز أنا مو يقبل هاي النقطة السابقة نعم يعني الرعاية الاجتماعية فقط للمعوقين نعم المفروضة تكونواه للي ما يستطيع أن يعمل صح كبير بالسن ومو خمسين ألف نعم يعني أقل شي مئتين ألف صح والبلد غني أما الباقين يعني أنا من رأيي ومن رأيي الكثيرين حقيقتاً يعني إذا نجي على مثلاً الأرام الأرام المطلقات يعني نبني معملين مال خياطة استثمار يعني مو بدون فلوس جيب مستثمر أن طيلة بزقاء هو يبني هذولا يشتغلون نعم أنت هم خل هم يعني هذولا صار قاموا يشعرون بقيمتهم بالمجتمع مو ينتظرون راس شهر يصدق عليهم صح هاي واحدة ثنياً من توجي المعمل الخياطة أيضاً يسيد صح يعني يصير عندك اكتفاء من أو تنزل البضاعة إلى السوق صح زين يعني تجيش الصناعة الوطنية النواب هالشكل لازم يفكرون صح يعني بهذا الاتجاه إذا رادوا يخدمون البلد وأهم جانب بيوت المهدمة يعني إيتي يصير واحد صالوا سنة متحرر بيته تهدم ملف النازحين لدى غالبية المرشحين بنينة وأولوية في مشاريع من المطروحة نعم ماذا عددتم في تحالفكم تحالف القرار كحلول ومشاريع لنازحينين هاي قبل يومين رجعت من تركيا نعم زرت جميع المخيمات في تركيا زرت سبق محافظات شف الشي يؤلم يؤثر القلب شفت من محافظة نينة وأكثر من 15 ألف مواطن موصلين شفتوهم مخيم في تركيا يميردين وشفتوهم في مناطق في محافظات متفرقين ما يقدرين يرجعون على البلد يا بل ايش ما يترجعون قال نحنا نهزمنا وكداعش خارج البلد رجعنا بدون موسم سكات طلعنا بدون أي وثائق على الريد انطلع الأحوال المدنية محرق بيطلع عنها بيان ولادة محرق بيطلع عنها ليش جوي يجعون على السفارات يقدمون أوراق وستة شهر ما يجي الجواب يريدون يرجعون على البلد يريدون يرجعون على المحافظة وخطيئة الناس اللي عنده موقف أمني غير سليم نحنا ما يريدون يرجع على البلد يخربه حيكونوا واقعين نحنا اللي ينتمى الداعش أو عاونه ما نقبله نعم بس كثير ناس مواصلة أمنوني أمانا واني أوصل للمسؤولين محافظتين هنا وبجلس النواب بأن هناك مواصلة يرجعون على البلد ما عاي يقدرون النازحين في محافظتين واني انتقيت بأكثر النازحين بالمخيمات كل المخيمات انتقيت بيهم نعم أكثرهم بيوتهم يمهم ما يقدرون يرجعون عليها أراضهم يمهم ما يقدرون يرجعون عليها حقيقة الكلام جميل معك أستاذ عمار دهامنا الوقت وصلنا إلى الختام قبل الختام عبر قناة الموصلية بماذا تتوجه لمواطني محافظة نينو والاجتياز هذه المرحلة المهمة من تاريخ المحافظة والله رساتي إلى أمهاتي في محافظة نينو إلى آبائي إلى شبابنا الطلبة والشباب إلى رياضينا إلى عشيرتنا والعشائر الأخرى بأن يختارون الرجال الصالحين للقلب معلق بالمدينة لقلبهم اللي جايين يخدمون مدينتهم جايين يرفعون اسم هذه المدينة يدافعون عن حقوق الفقراء عن حقوق الأيتام عن حقوق الأرامل وأن يحاسبوهم أقول لك يبكي الصراحة أن يحاسبوهم ما فقط يجي يقفون وما يحاسبوهم بعد أربع سنوات حاسبوا لهذا النائب يقولوا أنت شو عملت للبلد ومثل ما لي وقفت لك أحاسبك بهذا اليوم صح السيد عمار ثامر السومي المشهداني رئيس نادي نينواء الرياضي ومدرب معتمد بالاتحاد الدولي ومرشح قائمة تحالف القرار العراقي بالرقم 169-3030 شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة منتقنا وإياكم في حقات قادمة وضيوف جديدة في برنامجكم عين على البرنامج غرفت لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة